فكرة سبب أخذي للقب صوت شرنا هو كنت مع البيبليك ما كنتش مشارك هنا قاع كنت مريه مع الجمهور مرض واحد من الكوندي دا ما كنتش مشارك في الطبعة؟ ما كنتش مشارك قاع ما بعد كنت رحت نتفرج مع صاحبي مرض واحد ايا طولنا ما تخلنا شبيبليك قعدنا واقل حتى نزوج تعليل بعدها راح لي يعني ليشهد القروب هذا كتاع البيبليك راح لعندهم قال لهم وشهد السبب تأخر قالوا له يودي راعدنا مشكل في الكوندي دا مرض دخلت قال لهم راعد عندي صاحبي يغني دخلت قديت سبحان الله من البلاصة حتى نديت اللغة يعني في اليوم الأول تعصوا تشالنج ايه في اليوم الأول نعم طيب احكي لي شعورك يعني كنت مقابل عمالقة الفن الجزائري شبخة لدوفلة جزائرية شعورك في اللحظة هذي كنت تغني أمامك والله كان لي شرف كبير أني غنيت أمام الفرنانة في اللعبابسة وكنت ضمن فريقها يعني اختارتني أنا يلي المثل الفريق نعم كانت يعني يعني جو المرحلة ما ننساش طرحياتي يعني تغني أمام في اللعبابسة يلي تكوتشيك يلي تبين لك توريك كيفاش تغني كيفاش يعني توريك طريق نعم تعطيك جو المثل اللي لقبك وكيفاش تغني كيفاش توقف قدام الفيبليك وكذلك وكذلك نعم أكيد يعني ماشي بالسهل تغني قدام الفيبليك يعني لايف وقادر أمام فنان ثاني الكبير شاب خالد شاب خالد لكين خالد نعم يحكم كلهم كبار عمليقة الفن سواء في الجزائر ومغرب العربي ككل نعم نعم